معانا على التليفون النجم الكبير هشام سليم هشام سليم بيلعب دور زابط كبير في جهاز المخابرات العامة اسمه رفعة المسيري هو مسؤول عن فريق من الظباط وظيفتهم متابعة عمل العناصر المجندة من الجهاز في العراق وفي أوروبا لكشف المخططات الإرهابية وغيرها التي يتم التخطيط لها ضد وطنة الغالي مصر النجم الجميل هشام سليم كل سنة وحريتك طيب وانتي أبو طيب وصحة وسلامة جزمي ببنا يا خلديك فرحانين بيك بدورك وأداءك وطلطك المختلفة دايما المتميزة والله أنا كمان فرحان جدا بالمسلسل ككل احنا كلنا شكلنا حلوة قوي ومتهيألي من أحسن أحلى الحاجات اللي كل الممثلين عملوها لأن متهيألي برضو ده يرجع للمخرج أحمد علاء الديب وعينه وإصراره على أن احنا نقدم شخصيات بالطريقة اللي هو شايف هل المسلسل ده كونه بيحكي فترة زمنية كلنا يعني عشناها وعصرناها بكل ما فيها من أحداث كان سهل بالنسبة لحضرتك أن أنت تجسد الشخصية دي وتعيشها بكل جوارحك زي بين لنا كده كمشاهدين؟ هي كل شخصية طبعا بتقريها وفيها كل شخصية ما هي غير بني آدم إحنا كبني آدمين فينا الجزء كويس وجزء الصعب مثلا أو الوحش فلما بتقري الشخصية وتحليليها وتبتدي تشتغل عليها ومع ملاحظات المخرج ومع الأحداث اللي بتحصل والمواقف بتبتدي تعرفي الشخصية دي شكلها إيه؟ طبعا إنها شخصية مخابرات فدي كانت صعبة جدا ومن الأسئلة اللي أسألتها النفسي وقت ما أنا قلت باشتغل قلت بقول لهم يعني إزاي الناس دي ممكن تروح بيوتها واثنان لو عندهم كل المسئولية دي ومشاكلهم الشخصية ومسئولية تودي بلد في دهي طبعا ده أمن قومي بتاع بلد ومش أي بلد دي مصر كمان فالناس دي بتنام إزاي؟ يعني إزاي حد في شغلانة دي بينام طب حدثك استعدت إزاي للشخصية دي؟ هل مثلا قريت عن شخصيات خامت بمثل هذه الأدوار قريت قصص برضو رصدت مواقف زي كده استعدت إزاي على المستوى الشخصي كفنان بقى؟ لا والله بس استجمع كل الممثل لازم استجمع كل التجارب اللي شاتها والناس اللي قابلها وأنا شفت ناس من مخابرات وشفت ناس من الأمن الوطني وشفت وبعد كده بترجمي كل الخبرة بتاعتك في الشخصيات اللي انتي بتدنيها هل تحمست على طول وقت ما عرضه على حضرتك الدور ده؟ أنا تحمست وخفت لأن ده مسئولية ومن الحاجات اللي قلتها قبل ما المسالسة اللي طايرت أن أهم حاجة أن الناس تصدقنا يعني لولا ده عند وكل المجموعة وأحمد ومحمد جمعة يعني كلنا ونضال وندى وكلنا الناس مش هتصدق أننا بشتغل في مخابرات صحيح فالمهم كان قوي الناس تصدق والحمد لله أنهم عايشين القصة صحة وأن احنا كلنا متها يقلي من أحسن الأدوار اللي عملناها كلنا هو فعلا أدواركم كلها ممتعة والمسلسل ممتع جدا بنبقى دايما منتظرين الأحداث في الحلقة القادمة هتكون إيه النجم الكبير هشام سليم بشكو حيتك شكرا جزيلا وكل سنة حضرتك طايد اشتركوا في القناة